اسم الدرس القواعد الصحية للتغذية المحور الثالث التغذية أتعرف حتى نحافظ على سلامة الجسم ونقل أنفسنا من العديد من الأمراض يجب علينا أن نتبع عدة قواعد صحية تتعلق بالأغذية نذكر منها عدم شراء الأغذية المكشوفة والمعرضة للذباب والغبار وأشعة الشمس من الباعة المتجولين غسل الخذر والغلال قبل أكلها لنزيح عنها الأوساخ والجراثيم التثبت من تاريخ صلوحية المعلبات قبل استعمالها حتى لا نصاب بالتسمم غسل اليدين قبل الأكل لنتخلص من كل ما علق بها من أوساخ وحتى بعد الأكل أيضاً تناول الوجبات الغذائية في مواعيدها عدم الإسراع في تناول الأكل كي لا نتعب المعدة تنظيف الأسنان بعد الأكل لنقيها من التسوس أتدرب أولاً أربط بسهم الأغذية المكشوفة في الشارع الإفراط في الأكل تناول سلع منتهية الصلاحية عدم غسل اليدين عدم نظيف الأسنان الأكل بسرعة يؤدي إلى التسوس هي أطعمة ملوثة انتقال الجراثيم إلى الفم تسبب التسمم يتعب المعدة يسبب التخمة الإجابة الأغذية المكشوفة في الشارع هي أطعمة ملوثة الإفراط في الأكل يسبب التخمة تناول سلع منتهية الصلاحية تسبب التسمم عدم غسل اليدين انتقال الجراثيم إلى الفم عدم تنظيف الأسنان يؤدي إلى التسوس الأكل بسرعة يتعب المعدة ثانياً أتأمل الصورتين التاليتين الأولى والثانية أولاً أكمل بما يناسب الصورة الأولى تقوم البنت بي الصورة الثانية تقوم البنت بي الإجابة الصورة الأولى تقوم البنت بغسل أسنانها الصورة الثانية تقوم البنت بغسل يديها باء متى تقوم أنت بهذه الأعمال؟ الإجابة أغسل أسناني بعد الأكل أغسل يدي بعد وقبل الأكل